من جونيف عبر السكاب ينضم لنا الدكتور رياد الصيداوي مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية بجونيف دكتور رياد مساء الخير أهلا بك معنا تبعت معنا التقرير لكن ما سبب وراء تلاعب القاعدة برأيك بشأن صحة الظواهري؟ أنا أعتقد أولا من الضروري منهجيا أن نتحدث عن أشلاء القاعدة وليس القاعدة لماذا؟ ألان شوي وهو مدير المخابرات الخارجية الفرنسية دي جس أمام لجنة برلمانية فرنسية قال بالحرف الواحد القاعدة انتهت في ترابورة ضربوها الأمريكان وانتهت لكن ثم إرهاب محلي هنا وهناك يأخذ يافتة القاعدة كواجهة إعلامية مثل ما يفعل الدواعش اليوم إذن نحن أمام أشلاء القاعدة لأنه لو كانت ثم قاعدة فعلا أين هي؟ أين هو مكانها؟ أين هو استقرارها غير ترابورة في إفغانستان؟ الأرجح طبعا أنه ماك أنه أرجح أنه توفي أو عاجز عن الحديث لأنه أي من الظواهري تم تجاوز القاعدة عبر الداعش فكان المفروض أن يحقق وجوده يثبت وجوده عبر على الأقل مرة في السنة يدني بتصريح يدني بذلك فهو إما في حالة عجز أي مرض خطير عاجز عن الحديث أو قد توفي فعلا في مكان ما ومرأة أخرى أقول أين هي القاعدة؟ هل لديها مكان في هذا العالم؟ إن لم يكن لديها مكان في هذا العالم فنحن أمام أشلاء القاعدة هنا وهناك ولسنا أمام تنظيما فعلا موجودا على أرض الواقع دكتور ياد ما تقوم به القاعدة الآن من تلاعب بمصير الظواهري هو يحاكي ما قامت به حليفتها طبعا الأفغانية طالبان بعد وفاة الملة عمر في عام 2014 إلى أي مدى هذا دليل آخر على وفاة الظواهري دليل آخر على نهاية القاعدة؟ نعم ولما نتحدث عن القاعدة القاعدة هي أسامة بلادن وأي من الظواهر أسامة بلادن قد تم قتلهم قبل الأمريكيين إذن بقي من؟ بقي أي من الظواهري فأشلاء القاعدة ولاحظي دائما نتحدث عن أشلاء القاعدة وليس عن تنظيم القاعدة أشلاء القاعدة المتناثرة هنا هناك تريد أن تحافظ على الرمز الثاني حتى لا يقال انتهت رسميا القاعدة من الوجود نعم هي تكرر نفس السيناريو ربما مثل الملة عمر لكن ربما الفرق الجوهري بين القاعدة وطالبان وطالبان لديها مساحة من الأرض ولديها تواجد أرض جغرافي بينما القاعدة اليوم ليس لديها مكان معلوم في هذا العالم لماذا إذن القاعدة تخفي ذلك تخفي موت أو عجز الظواهري لماذا تتلاعب في هذا الموضوع تخفي ذلك حتى عن أتباعها ما الهدف من وراء ذلك؟ الهدف من وراء ذلك حتى لا تنتهي ما الذي بقي من القاعدة بعد ضرب مع قليفة رابورة بعد مقتل أسامة بن لادن بقي رمز واحد هو الظواهري إذا ما انتهى أي من الظواهري فسيقول العالم انتهت القاعدة فأنصاروة أو المتعاتفون معها أو الارهاب المحلي المتواجد هنا وهناك هؤلاء جميعا سينفضون عن القاعدة تعطيكي مثال عن الأهاب المحلي مثلا القاعدة في المغرب الإسلامي القاعدة في المغرب الإسلامي هي أصلا كانت قبل سنة 2007 تنظيما جزائريا بحتا اسمه الجماعة السلفية للدعوة والقتال هذا التنظيم رفض الدخول في المصالحة الوطنية مع الرئيس عبد عزيز بوتفليقة فغير اسمه سنة 2007 إلى القاعدة في مغرب الإسلامي لكنه في الحقيقة تنظيم جزائري مئة بالمئة يعني تنظيم محلي إذن لما ينتهي أيضا أيمن الظواهري وقتل قبله أبن لادن فما الذي بقي إذن مجموعات إرهابية محلية هنا هناك ستنفذ عن نفسها يافتة القاعدة ولن تصبح القاعدة تثير الشهرة وتثير الجاذبية لهذا تحافظ أشلال القاعدة على هذا الرمز ولا تريد أن تعلن عن مقتل أو عجز أيمن الظواهري كرمز أخير تحتفظ به في معركة الإرهاب الدولية أمام غريمة شكرا جزيلا لك دكتور رياض صيداوي المحل السياسي ومدير المركز العربي لدراسات سياسية والاجتماعية بجونيف كنت معنا عبر سكايب مباشرة من جونيف شكرا لك